اخ اخ يا رونالدو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رونالدو ايو اطول شيخين بارك لجمهور الهلال الفقوق لجمهور الهلال الفوز في بطولة كأس الملك بوسم استثنائي للهلال كان يستهلوني التوجوم في بطولة اسيا بعيدا عن موضوع الهلال وبعيدا عن موضوع مباراة اساسا وذاتا اخي بتفرجتنا مباراة عندي بعض تساولات بطلب منك تعملي لايك اشراك في اعزو الجرس تم انحسابات سوشيو ميديا رابط تحت رات قناة احتياطية بس خلنا نقرب شوي خيطع تشيرة النصر تشيرة النصر يطلع 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 اوه مهي كاتش واد نشيك صعبية اوكي ناخد نوقعي اسمح لنا رونالدو ونطلع رونالدو حلقتنا رونالدو ونطلع رونالدو تم انحسابات سوشيو ميديا رابط بعيدا عن جو المباراة والسيناور المباراة الممتع جدا والممتع والشيق وتقريبا النصر قدم بجزء افضل مباراة له في هذا السيزون امام نادي الهلال توقريبا وكان يستهل يطلع منتصر كان اكثر خطورة اكثر سيطرة كان يطبق افكاره حتى بعد بعد الطرد يلي انطرده اسمحي حارس النصر كان النصر افضل رغم العمليق رغم الطرد كان النصر افضل ورغم انه طلع خرج اللعيب للمؤثرين عنده مثل اوتافيو وغيره وغيراته ساديو ماني كان الله بس خلينا نسجل انه والله ما اني محطر بس بدي ايجي لموضوع ساديو ماني موضوع جدا مهم شاماء سابهي الحلقة سوان انا اسف جدا انه هاي حلقة ارتجالية ولكن سامحونا جمهور النصر جمهور الهلال افا بروكس تهلتوا بطول جمهور الهلال خلال سيناريو المباراة دموع رونالدو قلتني اطرح تساؤلات على نفسي بحكي مني اعشاق رونالدو ما بيخفيكن لاعب عمو تساؤلاتين سنين لاعب بمحاقق كل شيء بحياته لاعب كتيرين 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 بيشوفوا افضل لاعب في التاريخ لاعب خمسي بلان دور خمسي دور عبطال وربا هداف الريال مدريد هداف افضل مسابقة على مستوى الاندي دور عبطال وربا هداف المنتخبات رأينا رعا سعودية هذه الكلمة توقع انو رح يعتزل فيه هدوء تقدم براء عظيم جدا تقدم موسم استثنائي مع النصر هداف الدورة موسم خرافة بتنقضوا كما شئت انقضوا انتحار بس مقارنة مع عمو مقارنة مع رونالدو مقارنة مع الاسماء الموجودة في الدور السعودة الافضل وجابه جيل اتوقع من افضل اجيال نادي الهلال عبر التاريخ ان لم يكن الافضل بقادة المدرب في السوس في الانتيات طلع رونالدو ورونالدو يسقطه بيبكي تساؤلات ياخي ياخي شو عقليتك يا زلم يا زلم يا زلم تبحقق كل شيء رونالدو انت عامل كل شيء بحياتك تي ما في شيء ما انك عاملو في مقابل له ضمن اعلان من شيء اسبوع وقال لك الكل بده يصير متر رونالدو انا بعطيك الخطة انك تصير متر رونالدو خوض الخطة بس بتصير صعب بيلك الالتزام العقلية شوف شوف اي واحد بيقول رونالدو افضل لعب في التاريخ باعذره وباعذر نفسه لاني انا عندها وجهة النظر لانه لو ما عقلية كريستيانو رونالدو ما تحمل يستمر الى حد هذه اللحظة في كرة القدم لو ما عقلية كريستيانو رونالدو ما تحمل انه يستمر وينافس اليوني الميسي الموهوب من الله سبحانه وتعالى خمسطعش وعشرين سني لو ما عقلية كريستيانو رونالدو ما شفته اليوم عمي خذلوه في عنده بعد تساؤلات قبل ما فوث في موضوع الساديو ماني وليد عبدالله والله دعت فرج عن برا قلت له نوكي بونو متألق ممتاز جدا بيخوف ولكن وليد عبدالله ما نفسه بناية مطاف وليد عبدالله كان حاس منتخب سعودي سابقا بناية مطاف وليد عبدالله كان واحد من أفضل حراس في السعودي في أوقات سابقة فالخبرة بتاعه اللي تم تصنع دور ما احترامي والله كابتن وليد والله ما احترامي هذا آمالي كانت فيه كان فيه له بعض الأخطاء يعني هو بوقتي يروح للطابي طبعا أغلبية الكرات هني بيودوا بجهة وبتكنيك بتكنيك سيئ جدا أنا مش عارف لو عندي مساحة كنت نستلكون التكنيك ولكن حاول فما علي لاعب الهلال ينطرق للكرة بيطلع لاعب الهلال على زاوي معيني على زاوي معيني فيروح وليد عبد الله تلاقي اللاعب حتى بزاوي تاني طبعا مستناء كرتين اللي هني صاروا كده طلعوا اللاعب على نفس الزاوي راح على نفس الزاوي مع روبين نيفيز اللي جد في العرضة ومع أحدا الكرات سيت اسم اللاعب اللي سدد أتوقع كنو أو ما شابه ذلك راح معاها ولكن وقتا راح معاها وكان قريب منه ما ها في مد اليد الواضحة أنت خبرة حارس خبرة المفروض تمدي يدك كامي وأنت طويل وليد عبد الله شو طونه ما بعرف بس طويل طويل بعد أنه أنت ما عندك تكتيك أنك أنت تضغط على حارس المرم أنت تضغط على لاعب مثل بونو يمين شمال بيأشر للاعب بيحاول يعمل شي تقريبا بونو كل الكرات رحلة باستثناء الكرة كرة رونالدو باستثناء كل الكرات راح معاها وكان هايتصل ألق لأكتر من واحد أليكسس تليس أنت رونالدو رايح يشوطه ليش طلبت منه رونالدو كان رايح يشوط الكرة الأولى طلب منه فقاله رونالدو روح خلي رونالدو يروح خلي شير الضغط أشياء بسيطة هي كالبة موازين مباراة بصراع النظر كان أفضل ما بتنسى موضوع ساديو ماني أنا بتنسى سؤال مشجع نصراوي ساديو ماني بشو فادك هذا الموسم ساديو ماني بشو اللي نفعه أنا ما نفهمان كيف عندك عبد الرحمان غريب بهاي الإمكانيات وعلى شاب بإمكانك تبن على أقل شيئة لعب بلوف يا أخي أقل شيئة واحد مع واحد يطلع بهاي الإمكانيات وبهي الجدية في الملعب تنسى ساديو ماني شو اللي فاتكم فيه ساديو ماني بسؤال أنا أنا بتابع الدور سعودة بداية الموسم شو اللي يعمل ساديو ماني ما عمل شه والله ساديو ماني ما عمل شي والله طول موسى ما عمل شي اليوم انفرادي في الدقيقة في الدقيقة الخام في الدقيقة الساتسي قبل قول الهلال كان ممكن تغير كثير من الوازين مبارا استهتار أمام المرمى استهتار بالاستلام حتى هو رونالدو في إلو الأقطر رونالدو عمعيط عليه إلو أفتاح أنت شجاعة بتعمل معي وسع الملعب ولا مباراة شفت عنده الجدية وعنده القتالية أنه لا نحن لازم نفوز لازم نعمل وشخصية غير ساديو ماني ما في بينما بينما بالمقابل انت لو جيت نحكي على شخصية هلأ شوي والله ارتجال بالمقابل طلع حال طرد البلايهي حال طرد البلايهي روح شوف روبين نافيس شو سوى متروفيتش مع البلايهي عيطوا عليه لعبين جديين لعبين لعبين عندهم الروح الجدية أنه تلعب تشحن هذا عمل مدرب تشحن اللاعب أقل شي يقدم أداء جدة شوف نيمار ما نمشارك نيمار شوف رحة نيمار كيف كانت ردت فعله كيف كانت للأسف كريستيانو رونادو ما بده فيه أي من يحيا قدم مستويات ممتازة ع طول الموسم أوتافيو قدم مستويات ممتازة بروزوفيتش في بعض في بداية الموسم حاليا ما بعض شو صاير معه عبد الرحمن غريب لاجامي لعيبي معدودين على الأصابع اليد الواحدة الباقي كله متخاذل على عكس تماما لعيبة الهلال صح النصر كان أفضل أحسن إلى آخره لكن ما كان فيه الرغبة القوية إنه لا نحن لازم نسجل بس والله حلقة ارتجالية يسامحونا ورجع بتكرر ننسى تعملي لايك شركت في الجرس تابعنا حسابات الشاشو ميديا وهو بالتحتراب الخناة الاحتياطية بإمكانك تابعنا عليها أيضا والفهم حاجة وفهم أنتو سلام ترجمة نانسي قنقر